موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكنا عزيزات الطالبات في المحاضرة الحادي عشرة من وصعف مهرات لغوية وموضوع حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى شهادة لمن يهمه الأمر في شهادة لمن يهمه الأمر سندرس بإذن الله تعالى هذه الشهادة مفهومها ولمن تكتب بداية شهادة لمن يهمه الأمر لا توجه لجهة معينة وإنما تقر بأمر ما حسب طلب طالب هذه الشهادة وحسب الموضوع الذي يريد طالب هذه الشهادة أن يكون مثبتاً في هذه الورقة سواء كان هذا الموضوع بخص الخرجين أو الموظفين في أي مؤسسة كانت طبعاً تعنون أو عنوان الشهادة كما نرى هنا لمن يهمه الأمر وطبعاً هذه الشهادة تخلو من التحيتين الإفتتاحية والخاتمة أيضاً كما تحتفظ ببقية أجزاء الرسالة التجارية من أمور التاريخ كالتاريخ واليوم وأيضاً الإشارة إلى أي موضوع إذن يشترط أيضاً فيها أنها تختتم بالختم الرسمي للمؤسسة ويوقعها أناس معتمدون لكن تخلو المسئولية عنهم بخصوص هذه الشهادة وبخصوص هذا الموضوع هذه الشهادة الشهادات أو إذا كانت الشهادات تستخدم لدى جهات خارج الدولة التي صدرت منها الشهادة فيجب اعتمادها من الوزارة وليس من أشخاص معتمدين لأن الوزارة هي بصفتها المؤسسة الرسمية لاعتماد البيانات أو الأمر أو الموضوع الوارد في هذه الشهادة ثم يتم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من صفارة الدولة التي تستخدم فيها هذه الشهادة وبالتالي يكون الاعتماد إذا كانت موجهة هذه الرسالة إلى دولة خارجية إذن الاعتماد يكون من ثلاث أطراف وهي كما قلنا الجهة التي هي وزارة المعنية بهذا الموضوع ثم وزارة الخارجية ثم صفارة الدولة في الدولة التي سيتم إرسال هذه الشهادة إليها أيضا نموزج شهادة لمن يهمه الأمر طبعا ترويز المؤسسة مهمة جدا وترويز عبارة عن الشعار واسم المؤسسة وعنوان المؤسسة في أسفل الترويزة أو تذييل الصفحة ثم يعادت عنوان هذه الشهادة بالموضوع المعني وهو لمن يهمه الأمر ثم نكتب طبعا لا تحية افتتاحية ولا أيضا تحية ختامية نكتب تشهد الجهة طبعا المصدرة للشهادة مثلا الكلية الجامعية فنكتب تشهد الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بأن الطالبة أو السيد الموظف أو ما شابه ونكتب الموضوع مثال على ذلك مثلا تشهد الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بأن الطالبة قد أنهت دراستها للعام 2016 في الكلية الجامعية طبعا بتقدير كذا أو ما شابه حسب طبعا الأمر المعني أو حسب الإفادة أو الشهادة التي نريد أن نثبتها في هذه الشهادة من أمر أو موضوع خاص يوجه إلى جهة معينة حسب الطالب هذه الشهادة طبعا بعد ما نبين الموضوع سوى إقرار بأن هذه الطالبة تدرس في الكلية أو غيرها نكتب في النهاية وقد أعطيت له أو لها هذه الشهادة بناء على طلب طلبه أو طلبها دون تحمل أي مسئولية تجاه حقوق الغير وبيتم كتابة اسم المؤسسة أو الشخص المعتمد أو الوزرات أو المؤسسات الثلاثة إذا كانت هذه الشهادة ستكون موجهة إلى دولة خارجية ثم التوقيع طبعا التوقيع يجب أن يكون رسميا وذلك لطبعا نعرف بأن هذه البيانات أو الموضوع الذي ورد فيه هذه الشهادة هو وارد من جهة رسمية ومعتمدة هذه البيانات أو المعلومات التي تخص سوى الموظف أو تخص الطالبة بذاتها هذا بالنسبة لموضوع لمن يهمه الأمر الشهادة وننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع أو قبل الانتقال هنا كما قلنا نموذج آخر أو نفس النموذج للترويسة للشهادة فيها الترويسة واسم المؤسسة وعنوان المؤسسة كما قلنا ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع سيكون عن عن تدوين المحاضرات الجامعية وتدوين المحاضرات يخص كل طالبة الجامعات خصوصا طالبات السنة الأولى لأنهن ينتقلن من مرحلة إلى مرحلة أخرى ينتقلن من مرحلة أثنوية إلى مرحلة الجامعة وبالتالي أسلوب التدريس في الجامعة يختلف عن أسلوب التدريس في الثانوية فيكون المحاضر مثلا يشرح بطريقة تختلف اختلافا كليا من خلال طبعا الأسلوب أو من خلال العرض طبعا أيضا من خلال عرضه للمعلومة وعلى الطالب أن يركز تركيزا دقيقا وتركيزا قويا مع المحاضر بحيث يستطيع أن يسجل جميع النقاط المهمة من خلال كلام المحاضر سواء كانت هذه الكلمات أو النقاط هي عبارة عن الأفكار الرئيسة التي تناولها المحاضر أو هي عبارة عن الأفكار الفرعية التي تناولها المحاضر لكن هنا يبادرنا سؤال هل من الضروري جدا أن نسجل كل كلمة ينطقها المحاضر طبعا هذا مستحيل يستحيل على الطالب أن يقوم بكتابة كل كلمة ينطقها المحاضر وبالتالي لن يركز مع المحاضر وسيفوته الكثير ولن يفهم أيضا ما قاله المحاضر لكن كيف يمكن أن أدون المحاضرات بحيث أن أركز مع المحاضر وأفهم ما يقوله المحاضر ولا أنسى ما قاله ويبقى في النهاية لدي نقاط يمكن الرجوع إليها بعد المحاضرة لأتمكن من معرفة ما تم شرحه في هذه المحاضرة إذن نتعرف على هذه النقاط من خلال النقطة التي سنشرحها الآن وهي الأركان الرئيسة لتدوين المحاضرات كيف يمكنني أن أدون المحاضرة ما هي الأركان التي أعتمد عليها في تدوين المحاضرة وهنا أقول المحاضرة لا أقصد فقط المحاضرة الجامعية يمكن قياس هذه الأركان أو ما سيتم شرحه على الندوات المؤتمرات حضور أي محاضرة كانت خارج الدراسة أو ما شابه يمكن تلخيص هذه النقاط بالاعتماد على الأركان وبالاعتماد على أمور أخرى سنشرحها بإذن الله إذن الأركان الرئيسة لتدوين المحاضرات التمييز بين الأفكار الرئيسة والفرعية طبعا إذا كنت مركزة تركيزا قويا مع المحاضر تستطيعين التمييز ما بين الأفكار الرئيسة وما بين الأفكار الفرعية وبالتالي تقومين بتسجيل ذلك على الورقة التي أمامك بالقلم التي موجود بين يديك وأنت تركزين فيما يقول وأيضا تسجلين بعض النقاط إذا قمت بتسجيل أو محاولة تسجيل جملة كاملة قالها المحاضر دون أن يلفت انتباهك إلى أنك عليك أن تسجل هذه الجملة سوف يفوتك الكثير سيذكر جملا أخرى ولن تستطيعين تسجيل هذه الجملة وبالتالي عليك أن تسجل نقاط فقط رئيسية أو نقاط فرعية تذكرك بالجملة التي نطقها أو قالها المحاضر إذن عليك بداية أن تميز بين الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعية وتقومين بتدوينها طبعا هناك نقطة مهمة جدا أو من خلال هذه النقطة أذكر بها وهي من حضرت فهي على علم بالأفكار الرئيسة والفرعية مسبقا وبالتالي إن كتبت كلمة واحدة تكفي لأن تذكرها بهذه الفكرة لكن من لم تحضر ستعاني الكثير من أجل فهم الفكرة أولا ثم تدوين الفكرة ثانيا وستجدين أنها تنظر إلى زميلاتها أو من بجانبها ماذا كتبت لتنقل هذه الجملة عندها في الورقة وبالتالي التمييز هذا مهم جدا أيضا الأهم التحضير قبل حضور المحاضرة مهم جدا النقطة الثانية أو الركن الثاني من الأركان التي بها نميز نكتب أو ندون المحاضرات أن تمثيل بإجاز واختصار كما قلنا التي حضرت هذا الموضوع تستطيع بكلمة واحدة أن تفهم ماذا تريد من هذه الكلمة لو كتبت أول كلمة في الفكرة الرئيسة تستطيع عند الرجوع إليها من حضرت معرفات طبعا الفكرة فقط تذكر نفسها ببداية الجملة لكن من لم تحضر لا تعرف مثلا ماذا يقصد بهذه الكلمة لذلك التحضير مهم جدا في المحاضرات ولا أخص هنا مادة معينة ولكن لكل المواد وأيضا مهم لتثبيت المعلومة أيضا الإجاز باختصار كما قلت من تريد أن تسجل كل ما قاله المحاضر يفوتها الكثير ولن تفهم ما قاله المحاضر ويغيب عنها أمور كثيرة ثالث نقطة من أركان تدوين المحاضرات التنظيم والترتيب حسب كلام المحاضر فمثلا تكتب العنوان ثم الفكرة الأولى ويندرج تحتها الأرقام واحد اثنين ثلاثة باختصار طبعا شرح هذه النقطة كالتالي في بعض البنات خلال المحاضرة مثلا تتبع من لم تحضر منهم تتبع مثلا على الكتاب ماذا يقول المحاضر ويكون بيدها قلم وتقوم بالكتابة بين أسطر الكتاب أو في حواش الكتاب البيضاء وبالتالي لا تعرف هذه الكلمة لمن تتبع ولماذا كتبت وأينما كانها المناسب بالضبط هذا يعمل على تشتيت ذهن الطالبة فالأفضل من ذلك هو التنظيم والترتيب حتى أعرف أن كل كلمة أكتبها إلى أي موضوع أو فقرة من هذه الفقرات تنتمي وبالتالي التنظيم والترتيب أمر مهم جدا حسب كلام المحاضر فمثلا العنوان أكتبه ثم الأفكار الدرجة تحت هذا العنوان ثم مثلا لو قال المحاضر والنقاط التي يجب اتباعها أو الخطوات التي يجب اتباعها في القراءة واحد كذا واثنين كذا فتقومين بكتابة العنوان وتكتفين بالأرقام فقط عندما تعود إلى الكتاب تستطيع استخراج جميع النقاط من الكتاب يعني ليس مهما أن تكتب هذه النقاط وتعيدين نسخها في المحاضرة هناك أولى من ذلك وهو أن تستمع جيدا إلى المحاضر وأن تركز جيدا في ما يقول إذن التنظيم والترتيب مهم أيضا الإختصار بإجاز مهم جدا خصوصا في الأرقام ثم أربعة من الأركان الرئيسة لتدوين المحاضرات الجامعية تكوين خلاصة المحاضرة وهذا يغيب عن غالبية أو معظم الطالبات كيف؟ تكوين خلاصة المحاضرة يعني سؤال هل من طالبة عندما تخرج من المحاضرة تجلس مع نفسها ولو خمس دقائق لكتابة ملخص عن المحاضرة مثلا ما هي النقاط المهمة التي تطرق إليها المحاضر ماذا قال؟ يعني تكتب بأسلوبها الخاص عن المحاضرة أعتقد لا أحد يمكن قليلات جدا من يفعلنا ذلك مع أن الكتابة كتابة الملخص بعد المحاضرة مهم جدا يعني على الأقل يذكرك بالمحاضرة بأفكار المحاضرة يذكرك بأسلوبك كيف عبرت أنت عن المحاضرة يذكرك ببعض النقاط التي وردت في المحاضرة وبالتالي بستفيد من خلاصة المحاضرة تكوين خلاصة المحاضرة بكتابة بعض الجمل أو الأسطر بتثبت المعلومة لديك تسهل للرجوع إليها وبتحس أنه فعلا فهمت الموضوع لكن بدون التدوين وبدون الكتابة يا بنات بحس أني ما فهمت أو المعلومة لم تثبت بضرجة قوية جدا مثلا أنا لما أقرأ كتاب أو خبر للوحلة الأولى أو المرة الأولى هل المعلومة تركز في ذاكرة لا لو قرأتيها لمرة واحدة ثم مثلا قمت بقرأتها مرة ثانية أو أحد إحدى الزميلات قرأتها عليك ستشعرين بأن هذه المعلومات مرت عليك وليست بجديدة طيب ثم راجعت المادة مرة أخرى إذن كم مرة تكررت على مسمعك أو يعني على كم مرة يعني فهمتها أو قرأتها ثلاث مرات وبالتالي كافية لأن تثبت هذه المعلومة لكن مشكلة طالباتنا اليوم أو خرجينا اليوم شكل عام هي أن الكتاب ما أفتحه قبل المحاضرة أو بعد المحاضرة إنما أحضر المحاضرات نعم وألتزم بحضر المحاضرات لكن أفتح الكتاب قبل الامتحان بيوم هذه مشكلة ثم أنا أقاتل من أجل درجة أو درجتين أو ثلاثة مع أن المعلومة لم تثبت لدي وبالتالي يعني ما هدفك من الدراسة في النهاية أنت تخرجتي لكن هل تذكرين جميع ما ورد فيه من معلومات طبعا في خلال يعني هذا التخصص أو السنوات الدراسية في الجامعة طبعا لا إذن ما الفائدة دائما التركيز على الاستفادة من المعلومات التي ندرسها أفضل من التركيز على الدرجات لأن الاستفادة هذه هي التي ستنفعك يعني بعد حين والإنسان المثقف أو الذي يحضر لا ينسى كالذي لا يحضر أو يدرس قبل الامتحان بيوم هذا بالنسبة لأركان الرئيسة لتدوين المحاضرات وهنا يمكن أن يأتي سؤال وهو ما هي الأركان الرئيسة لتدوين المحاضرات في الامتحان ثم ننتقل إلى الفوائد إذن أنا قمت بتدوين المحاضرات والاعتماد على هذه الأركان إذن ما الفائدة التي يجنيها الطالب من التدريب على تدوين المحاضرات هذا أمر مهم جدا أولا وقبل أن أتطرق إلى النقاط المكتوبة تكون لديه مهارة تدوين المحاضرات مهارة تدوين المحاضرات لا يجيدها الكثيرون وبالتالي إذا كانت أفكارك منظمة وتجدين كتابة المحاضرات بحيث أن تكون تدوين المحاضرات بطريقة منظمة وبطريقة مرتبة هذا أمر مهم جدا لذلك امتلاك المهارة جيد ويفيد في المستقبل وأيضا أثناء الدراسة في المستقبل لا حضور ندوة لا حضور مؤتمر لا حضور أي أمر يتعلق بالتخصص أو غير التخصص تستطيعين استخلاص خلاصة المحاضرة أو تدوين المحاضرات من الفوائد التي يجنيها الطالب من تدوين المحاضرات أول شيء شد انتباه الطلاب أو ما لخصه الطالب وما دونه الطالب لا يمكن أن يدونه بدون انتباه إذن جعله إذا كان يركز الطالب على تدوين المحاضرة يجب عليه أن يكون شديد الانتباه لما يقوله الأستاذ وبالتالي إذن يكون شديد الانتباه من البداية وحتى النهاية حتى لا يفوته شيء ونحن نعرف في الجامعات يتم أحيانا في المحاضرات شرح ما يقارب عشر صفحات أو عشرين أو حتى ثلاثين وأنا أذكر في الجامعة كان المحاضر يشرح أحيانا خمسين أو ما يفوق ذلك من الصفحات طبعا بعدم التركيز على جميع النقاط يعني أستخلص من المحاضرة بأن بعض النقاط كانت مهمة وبعض النقاط لم تكن مهمة وبالتالي يجب على الطالب أن يكون مركزا فيما يقول الأستاذ وكاتبا لكل مقطة مهمة تطرق إليها الأستاذ والأهم من ذلك وأكرر أن يكون قد حضر المادة حتى يستطيع أن يعرف أين الجملة بالضبط أو أين السطر بالضبط وأين العنوان بالضبط الذي تطرق إليه الأستاذ إذن من يدول المحاضرات عليه أن يكون شديد الانتباع ثانيا القدرة على تحليل المحاضرات والتمييز بين المهم وغير المهم بين الفرعي وبين الفرعي والرئيس فعلا من يدون المحاضرات يستطيع أن بكلمات بسيطة يكون قد دونها على الورقة أن يحلل المحاضرة ويحرف أي الصفحة مهمة أي المواضيع مهمة على ماذا ركز الأستاذ ما هو المهم إذن أحيانا أحيانا الأستاذ يذكر من خلال المحاضرة بعض الأسئلة التي يمكن أن ترد في الامتحان أو يعني يقول خلال المحاضرة هذا مهم وهذا غير مهم وركزوا على هذه الفقرة أو هذا الموضوع هذه الكلمات بها أستطيع أن أركز على ما هو مفيد أو ما هو مطلوب في الاختبار إذن ركزوا على هذه الأسطر أو هذه النقطة مهمة أو هذا السؤال يدد في الامتحان فالطالب النبيها تستطيع تسجيل كل ذلك إذن مثلا الفقرة كذا إذا دونتها تستطيع رجوع إليها من الكتاب إذا دونت السؤال تستطيع رجوع إلى الكتاب وحل هذا السؤال وبالتالي عند مراجعة الاختبار أو الدراسة للاختبار تعود إلى هذا السؤال وإجابة هذا السؤال لأن المدرس أو الأستاذ قال هذا السؤال من خلال المحاضرة وليس يعني عبثا قاله هذا السؤال لا بالعكس يكون قد مر عليه نماذج كثيرة وربما يقول في أثناء المحاضرة هذا السؤال ورد في امتحان سابق فهذا أيضا مهم إذن من يستطيع تسجيل كل ذلك فقط الطالب شديد الانتباه والذي ينتبه لما يقوله المحاضر من بداية المحاضرة إلى نهاية المحاضرة دون أن يشوش على زملائه أو يتحدث حديثا جانبا أو حديثا ليس له أهمية وهذا للأسف ما نجده في المحاضرات أيضا هناك بعض المشتتات أيضا في المحاضرات وأنا قد نوهت منذ البداية في محاضراتي على الطالبات ألا يستخدمنا هذه المشتتات والسبب التركيز لشد الانتباه والتركيز أيضا في المحاضرة أيضا ثالث نقطة وهي القدرة على تنظيم التنظيم أو تنظيم الأفكار وترتيبها عند تدوينها صحيح لما أنت بدوني للنقاط لازم عندما تعودين إلى البيت تقرأين ما كتبت وتعودي إلى الكتاب وتعدي ملخصا مركزا ودقيقا من خلال الرد بين النقاط التي سجلتيها وبين معلومات الكتاب فتعدينا ملخصا مهما هذا الملخص تستطيعين الرجوع إليه للدراسة للانتحانات فيما بعد لكن الطالبات اللواتي لا يدوننا المحاضرات يعدنا إلى الكتاب فيشعرنا بالضياع ويشعرنا بأن المعلومات كثيرة ولا يستطيعنا تركيز في بعض المعلومات هل يقرأناها أو لا أو ما شابه إذن أيضا ممكن أن يأتي هذا سؤال في الامتحان ما هي الفوائد التي يجنيها الطالب طبعا من التدريب على تدوين المحاضرات إذن من يدون المحاضرات يمتلك المهارة ومن لا يعود نفسه على تدوين المحاضرات إذن هو لا ينتلك المهارة في تدوين المحاضرات وهذا أمر مهم جدا وبهذا نكون في هذه المحاضرة انتهينا من موضوعين وهما موضوع تدوين المحاضرات والموضوع الثاني شهادة لمن يهمه الأمر شكرا لاستماعكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة